لسه طبعاً لقاءتنا مستمرة مع رعاية المصريين اللي كانوا موجودين في سودان ووصلوا بالفعل إلى أرض الوطن سالمين نتطمن طبعاً عليهم في البداية ونتطمن على صحتهم في البداية حمد لله عسلات حضرتك شكراً لكم وكانتكم المبجرة في الاهتمام بالمصريين والحمد لله احنا بخير الحمد لله ده واجب مصر طبعاً تجاه كل مواطن مصري موجود في الخارج حمد لله السلامة الله سلامك أخبرك ايه؟ في ايه السلام الحمد لله عايزين تطمن على صحت حضرتك في البداية والله الحمد لله فضل ونعمحنا بخير الحمد لله ده طالماً للكادة السياسية الحمد لله برئاسة الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بينا كمصريين والحمد لله بيقدم الدعم دايماً حتى في أحلق الظروف الحمد لله بخير الحمد لله حضرتك ساكن فين بالزبط في السودان أنا مقيم في منطقة تسمى بوري في جاردن سيتي في شارع المعرض في الخرطوم يعني مقابل لمطار الخرطوم الدول يعني كنت تسمع صوت ضرب النار صوت الاشتباكات باستمرار طبعاً يعني أنا محتفظ بطلقتين جنب في شائتي يعني مش أكتر من كده يعني خرموا الإزاز ووصلوا لحد غرفة نوم الأولاد طبعاً حالة من الرعب بالتأكيد والله الحمد لله رب العالمين إحنا كمصريين الحمد لله مهما في أحلك الظروف الحمد لله بتكون سبتين والحمد لله عدت الأزمة على خير الحمد لله الحمد لله طبيعة التواصل بين الجهات المعنية في مصر معاكو كانت عاملة إزاي؟ إزاي تواصلوا معاكو؟ إزاي وصلتوا لهم؟ هل كان فيه خاطة تليفون مثلاً؟ هل بتسجيلوا أسماءكو في استمارات في القنصوليات؟ والله المتابعة احنا في الأول خالص لما حظر الأحداث شفنا اهتمام فخامة الرئيسة عبدالتاح السيسي وقدمت معنينة من خلال شفناها من خلال القنوات التلفزيونية ثم بعد ذلك السفارة المصرية برئاسة ساعة المستشار هاني صلاح الدين الصراحة والأخ الكنصول تامر مونير في الخرطوم ربنا شفيه كانوا كايمين بدور واجب بدور عظيم جداً عملوا جروب للمصريين في الخارج كان فيه اهتمام كان فيه نشر على الصفحة الرسمية للسفارة في الخرطوم على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية كان فيه رسالة اتمنى أن احنا هيتم إجلاجنا وكان الأمر ده احنا كنا متأكدين منه كداً والحمد لله عدسة أيضاً فيه لقاء مع أسرة مصرية من اللي كانوا موجودين في السودان ووصلوا إلى أرض الوطن بسلام الحمد لله عالسلام يا فنة الله يسلمك كافيني يا أهلا وسهلا بيك يا حضرك مقيمة في السودان بقى اللي كانت دي بقى لي عشر سنين مقيمة في السودان مقيمة بالأسرة كاملة هناك آآ آآ أنا وزوجي وولدي المنطقة دي كان فيها شباكات لا 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 الشباكات كانت في الخرطوم وفي أماكن تاني أنا كان برسودان لا ما كانش فيها الشباكات دلوقت طيب مين اللي تواصل معاكو عشان يقولك أن انتو خلاص جايين مصر السفارة المصرية أخترت المصريين اللي هم على أرض السودان إن فيه طيارة عسكرية بعاتها السيد الرئيس السيسي اللي هي حتشيلي الجالية المصرية فعلى كل واحد إنه هو يسجل اسمه فسجلت اسمه أنا وابني مبارح والنهاردة ويعمل كل الإجراءات يعني سجلت مبارح وجيت النهاردة وبرضو سجلت النهاردة يعني كل الإجراءات بتاعت في وقت واحد يعني أنا عرفت مبارح اللي فيه طيارة جاية وكل الإجراءات خلصت في وقت واحد أنا عرف إنك تعبين الحمد لله على السلامة أخبارك إيه؟ تمام كويس؟ مخصوص نجية مصر؟ هاي شكرا لك عندك أبناء تاني؟ لا معنش اللي خالد خالد بس أه وزوك حضرتك على وصول إن شاء الله على وصول إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يجي بالسلامة الرحلة كتسهلة من تجايين؟ لا كتسهلة جدا والله والجيش والكوات المسلحة ما أصروش والطأم الطيارة والكونسولية المصرية في بورسودان ما أصرتش واللي في الخرطوم برضو ما شاء الله من ضمن الرعاية المصريين اللي كانوا موجودين في السودان طالبة بيدرسوا فيها الجماعات السودانية وعلى ما أعتقد أن الغالبيتهم بدرسوا طب مش كده؟ أه الحمد لله على السلامة الأول الله يكرم الكرب أخبارك صحتك عامل إيه؟ كله تمام؟ لأو أنت أخي الحمد لله كل السلام ونت طيب صحيح السلام وارب تساكن فيهم بالضبط هناك في السودان؟ أنا كنت ساكن في بورسودان حي المطار بجورة الكونسولية الوضع هناك هادي؟ إيوه الحمد لله كان مستقرم فيش أي نوع من أنعال الشتباكات؟ والله بعد الشتباكات اللي هو أول يوم وثاني يوم يعني الأوضاع الجيش سيطر هناك والأوضاعكة مستقرة لحد يمها أنتوا كام واحد موجودين بتدرسوا مع بعض؟ والله إحنا كنا حاليا متواجدين 12 شخص بجانب أن بجتط طلبة موجودة حاليا في مصر بجتط عشرة العيد ورمضان وكده يعني في طلبة بالفعل كانوا موجودين في مصر من قبل الاشتباكات؟ أه يعني الغالبية العزمة كانت في مصر وأنتوا 12 شخص كنت تعوصل مع بعض بشكل مستمر؟ أه دايماً أه كنتوا بتنزلوا طيب؟ بتقدروا تنزلوا؟ أكوننا بننزل بجيب طلبةنا بنرجح دايماً عطوة يعني ما فيش قوات بر طيب مين اللي بلاغ كنتوا هترجاعوا مصر؟ اللي بلاغنا سامح به كان عمل لالكونسور العاء بلاغنا كان عملنا جروب للتواصل والشكاو والحيات ديت لما حصل فيه جل لما حصل اللي جلاء وجل قرار الوزارية تواصل معنا وبعد ما تواصل معنا عطنا التعليمات وخد الأسامي والأرقام صباح نتنين متواصل معنا ووجهنا مطاق وستنين بنا في المطار برد أنت في سنة كام؟ أنا في سنة تالت تالت طب بشري وزمائلك المبهودين معاك؟ زمائلك طب بشري وأسناء معاك طب بشري وأسناء؟ أسناء اه دول وصلوا بالسلامة ولا لسه؟ للحمد لله كل وصل كل وصل بالسلامة؟ يعني برسدين الحمد لله حلام خلام الطلبة دي الوقت ما فاش طلب طيب الحمد لله حمد لله سلام الله سلام وكرا الحمد لله سلام شكرا شكرا اشتركوا في القناة